للصحافة دور مهم في كتابة تاريخ الشعوب وتعتبر معياراً لدرجة الرقي التي وصلت إليها الأمم الشعب الكردي وكب تطور الحضاري واساهم في نشر الوعي الثقافي في العالم أسوة بالشعوب المتحضرة الأخرى فمنذ أكثر من 12 عقداً شهدت الساحة الثقافية والإعلامية ولادة صحيفة كردستان في القاهرة في 22 نيسان عام 1898 على يد عميد الصحافة مقداد متحد بدرخان الذي نجح بإمكانيات بسيطة أن يلعب دوراً كبيراً في نشر الوعي القومي والثقافي في المجتمع الكردستاني ورغم الظروف الصعبة إلا أن بدرخان وزملائه نجحوا في إصدار 31 عدداً من الجريدة على امتداد أربعة أعوام باللغتين الكردية والتركية الأعداد الخمسة الأولى تم اتطبعتها في القاهرة في كل من مطمعتين الهلال وكردستان وبعد ذلك أصبحت الجريدة تصدر من جنيف بسويسرا ثم أعاد بدرخان إصدارها مرة أخرى من القاهرة ثم بريطانيا وأخيراً في سويسرا حيث صادر من هناك العدد الحادي والثلاثون لتتوقف الصحيفة بعد هذا العدد نهائياً في عام 1902 عند الحديث عن الصحافة الكردستانية لابد من ذكر دور المؤرخ حسين حزني موكرياني الذي تكفل بشراء آلة اتطباعة عام 1915 وأضاف إليها الأحرف العربية بإشارات معينة للدلالة على الأحرف الصوتية الكردية بعد أن عالجها في ألمانيا وبذلك يكون موكرياني مؤسس الأبجدية الكردية بالأحرف العربية والمؤسسة الأولى للطباعة والنشر باللغة الكردية أسامت الحركة الثقافية الكردستانية وبشكل فاعل في تشكيل وأعلان جمهورية كردستان في إيران لتشهد الجمهورية ازدهاراً ثقافياً ومعرفياً في جميع المجالات ولم تغب الصحافة الكردية عن المساهمة في ثورة أيلول عندما قررت القيادة السياسية للثورة إصدار صحيفة التأخي عام 1967 عام 1967 التي سطاعت أن تصبح المنبر الحرة لجميع الأقلام الصحفية الكردستانية والعراقية عام 1990 شهدت الساحة السياسية الكردستانية في العراق حدوث انتفاضة جماهيرية واسعة كان للصحافة الكردستانية الأثر البارز في تشجيع الجماهير الثائرة ضد النظام الدكتاتوري واليوم إذ تحتفل الصحافة الكردستانية بذكرى تأسيسها فإنها تحتفي بعميد الصحافة الكردية مقداد متحة بدرخان بيك وحسين حزني مكرياني الذين يدين لهم الشعب الكردي بالكثير